لم يكن الليل مظلماً كما هي العادة ولم يعد الأمر محصوراً بمساحة محددة أو مناطق بعينها الطائرات الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً جديداً بعد سلسلة الهجمات التي شنتها عمدار ساعات أربع في أربع محافظات من جنوب سوريا إلى شرقها وصولاً إلى وسطها لا توجد توضيحات كثيرة وقاطعة بالأماكن التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية لكن يمكن القول إن ما يميز هذه الموجة الأوسع من القصف هو وصولها إلى مناطق للمرة الأولى سواء في السويداء أم بريف حما يقول نظام الأسد إن مواقعه العسكرية تعرضت لقصف على دفعتين الأولى في التاسعة من مساء الثلاثاء والثانية في الدقائق الأولى من صباح الأربعاء طالت مواقع بالقرب من مدينة صلخة بريف السويداء بينما أضاف ناشطون موقع آخر وهو رادار في تل الصحن شرق المحافظة ذاتها تمددت هذه الموجة حتى رف دير الزور الجنوبي ووصلت إلى منطقة يوباجب وكذلك منطقة السخنة بريف حمص أما ثاني الموجات فكانت الأعنف مع شمولها مراكز عديدة في رف حما الشرقي فوصلت إلى منطقة السلمية مركزة على المركز الثقافي في قرية الصبورة ومعمل الأعلاف في قرية عقارب ومعمل البصل في أطراف مدينة السلمية غارات كانت عنيفة لكن الانفجارات التي تلتها كانت أكثر شدة وأطول مدة ما يرجح احتواءها على مستودعات ذخيرة كبيرة للميليشيات الإيرانية واللافت في هذا القصف هو وصوله إلى محيط مدينة السلمية لأول مرة إذ تشير مصادر لتلفزيون سوريا إلى أن إيران عززت من وجودها هناك عبر شراء وتدريب حناصر سابقين فيما يعرف بالدفاع الوطني وحولتهم إلى العمل لصالحها وتأسيس بنية تحتية لاستيعاب التمركز الإيراني إذن سجل ليل الثلاثاء الأربعاء ترجمة ملموسة لخطة التنفى أو الدفع المعنية بمواجهة التمدد الإيراني على المستوى الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر